ها قد أفرجت مصالح قطاع المسؤول الأولى على المنظومة التربوية نورية بن غبريط أفرجت على رزنامة من نماذج البرامج والمواضيع التي سيتم معالجاتها خلال مسابقة توظيف الأساتذة في الأطوار الثلاثة المقررة نهاية شهر مرسي القادم وهي المسابقة التي ستتح فرصة توفير عشرين ألف منصب في الأطوار التعليمية الثلاثة الابتدائي والمتوسط والثانوي حيث ستدور هذه الامتحانات في فلك الثقافة العامة اللغة العربية واختبار في الاختصاص حسب المواد والبرزة في المواضيع التي أعلنت عنها وزارة التربية لتكون ميزانة انتقاء عشرين ألف أستاذ ومعلم هي مكافحة التصحر والبطالة وسياسة التشغيل في مواضيع الثقافة العامة بالنسبة للطور الثانوي الذي تميز في هذه الطبعة مقارنة بالمواسم السابقة تميز بإدراج اختبار في اللغة العربية يتمثل في معالجة نص نثري أو نص شعري من حيث بنائه اللغوي والفكري وتقويمه النقدي في عوامل نهضة الأدب العربي في العصر الحديث فيما سيتضمن اختبار ثقافة العامة للالتحاق برتبة معلم الابتدائي مواضيع في اقتصاد السوق العولمة وتولة القانون الحكم الراشد وكذا التحديات الكبرى للألفية الثالثة وسائل الإعلام في المجتمع الحوار شمال جنوب تكنولوجيات الإعلام والاتصال في مقابل احتواء اختبار تاريخ وجغرافية الجزائر موضوعا واحدا يخص السياسة الاستعمارية الفرنسية في الجزائر منذ سنة 1830 إلى غاية 1962 والمقاومة الشعبية في الجزائر 1830-1919 والحركة الوطنية الجزائرية 1919-1954 علاوة عن الثورة الجزائرية 1954-1962 إلى جانب اختبار في دراسة نص أدبي أو غيره يتناول الجانب اللغوية المفردات ومعنى الكلمات وكذا شرح العبارات والكلمات والبحث عن المفردات والأضداد والتحال إلى النحوية وتصريف الأفعال